موسيقى المواهب الحرفية والفنية على منافسة كبيرة عن ما بيصنعوا الانسان وما بتبتكروا التكنولوجيا لكن إذا استعملنا التكنولوجيا لنشر مواهبنا الفنية منكون عم نحقق انتشار أسرع لأعمالنا موندا جالوري فكرة مهمة خصصت موقعها لنشر وعرض أعمالنا الفنية وتسويقها باحتراف موسيقى اتين عرفنا أكتر عن حالك موسيقى ما هي الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ موسيقى يعني فينا نقول أنه ماندا جالوري كانت نتيجة تجربة شخصية أنت عشت وأثرت فيك أو فكرة بزنس أنت حبت تطورها؟ موسيقى موسيقى هل كان الخبرة الكافية لاختيار أي نوع من الأنواع الفنية؟ نعم، هذا هو محاولة كما نتجارينا في عملية المشاكل في الأن الأول كانت مهمة أقل كل الناس قالتنا أن أعرف شخص من أجل كل الناس كانت أجل من أجل وبدأنا أن نتجارينا مع الناس التي نتجارينا كما تجارينا وبدأنا بسرعة جداً، بمجردنا أن نتجارينا وبدأنا نتجارينا نفسنا الناس لا نتجارينا أن تنظيفه أثر أي جديد كان مناقبولا وليس أردنا أن الناس لا نجد ما نحن بالتأكيد نعم فترقنا في نارية المشاكل سطلسل للشميع لقيمة أكثر بالنصاعد ولكن، كما مناقبولا إتيان مين بأي مسعر المنتج المعروض على الموقع؟ هل نلاقي على الموقع زاوية مخصصة بالمزاد العلنة على بعض الأعمال الفنين اللي انتو بتختاروها؟ إذا بدنا نحكي عنك وعن التحديات اللي قطعت فيها خلال الفترة اللي كنت عم بتأسس فيها ماندا جالوري شو فيك تخبرنا؟ وين بتشوف الشركة بعد خمس سنين بعد عشر سنين من اليوم؟ وين بتشوف الشركة بعد خمس سنين بعد عشر سنين من اليوم؟ نحكي عن الكثير من الأجليات والتحديات حقاً جداً 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 لدينا كتنشات جدودة حيث ما نرى هو أن الشركة تحديث فيها محاولة عاماً ويجعلنا نضمق أكثر من أجلات محاولة في مدينة كثير من الأجليات إتيان اذا بدك تنصح الاشخاص اللي عندون فكرة يبلشوا مشروعهم الخاص شو فيك تقللون؟ أولاً أرجع الناس لكي تفعلها لأنه كان صريع مرحباً نحن بمجمع بشركة إذا كنت أحد أسئلتك على أصدقاء هو بسيطة أن يأتي بأن العمل في مدفع لا تستطيع أفضل إذا كانت من قائمة إذا كانت من قائمة إذا كانت من قائمة إذا كانت من قائمة من قائمة فقط تتاكد أنك لديك مدفع من قائمة يساعدك بمثال مختلفة وشو كان السبب لأختار دبي لحتى تبدأ من مشروعك؟ لم أختار دبي وكنت في دبي وكنت أتصل إلى دبي مع عمل أفضل working as a business consultant. And then I settled here and, as I said, I got a family. so this is the place where I lived that I chose to actually start a company. how can the world actually I share the art industry through your subscribe button? Well, it is very simple, go to the website, take time to look at what you like. Go through the different collections. And if you like something, obviously you can purchase it online, and we deliver it straight to you. If in the meantime you have questions, give us a call. يجب علينا أن يجب علينا الإيماد. ثم يمكنك تجربة المنزل. لكن إذا أحب أن أشتري أرطاق عبر الموقع، كيف تتم الموضوع؟ إنه مباشرة جداً. إذا أردت إلى ترى أرطاق، يمكنك ترى أرطاق مختلفة. لكن يمكنك ترى أرطاق كل الأرطاق. وهذا سيأتي لك مجموعة أرطاق 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 أرطاق. طبق أرطاق وطارق أرطاق. قطلب ان يدري عليه الم macroلق من هذا العديد. يحبeras أن تجربة لذا أرطاق ، أردت إلى مظلання. ستريحه في ربيعة، سبيعة ، طبع بإجراء ، وي تريدك أرطاق أرطاق هذه النتغير، وأطرق vyري parrotيه،ún HE pullّه آت من يجب علينا. كيف توصف نجاحك اليوم؟ من بعد كل الإشاء اللي قطعت فيها والتحديات أكيد قطعت بقصص نجاح كثيرة شو أكتر قصة نجاح أثرت فيك؟ الكثير من الجميع الأول وخمصي جددنا صنعتنا عندما نهاية كينو كونيا في دبي موار لا شك أن الأعمال الفنية أصبحت هالقيام بمتناول الكل بطريقة سهلة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وهذا الشيء أكيد مفيد لدعم كل المواهب الجديدة كانت أم محترفة موندا جاليري موقع إلكتروني لعرض الحرف الفنية على أنواعها ومساعدة أصحابها على الانتشار للوصول إلى أكبر عدد من المهتمين اشتركوا في القناة